تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء الموقر رسالة من معالي السيد ديمتري ميدفديف رئيس وزراء جمهورية روسيا الاتحادية ضمنها تهانيه لسمو رئيس وزراء بذكرى ميلاد سموه ودعوة سموه للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا وقد نقل رسالة ساعة سيد فاجف جارييف سافر جمهورية روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين الذي استقبله سموه بقصر القذبية صباح اليوم وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز البالغ بالمشاعر الطيبة التي أبدها تجاه سموه رئيس وزراء جمهورية روسيا الاتحادية والتي تعكس متانة العلاقات البحرينية الروسية وما وصلت إليه من مستويات متقدمة مؤكدا سموه الحرص على توثيق أفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات المختلفة عبر تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين ورجال الأعمال للوقوف على الوضع التنفيذي لمشاريع التعاون المشترك والارتقاء بها واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع السفير الروسي العلاقات الثنائية الودية القائمة بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية والسبول الكفيلة بدعمها وتعزيزها من خلال تطوير مجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة لشعبيهم الصديقين حيث نوها سموه بالثقل الروسي وبدور روسيا في جهود تعزيز السلام والاستقرار والأمن العالميين كما تم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع العالمية وتحدياتها الأمنية وخاصة ما يتعلق بالإرهاب حيث أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن دول مجلس التعاون وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ترفض الإرهاب وتحارب الفكر الذي يغذيه فضلا عن أنها من أوائل الدول التي مدت يد العون المجتمع الدولي لدعم جهوده في مكافحة الإرهاب